السلام عليكم ورحمة الله وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهجرة المباركة ونحن في العام 1445 للهجرة نتذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دروس الهجرة أن الله تبارك وتعالى كان يقدر سبحانه وهو العليم القدير أن يسري بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة كما أسرى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دون معنة ودون معناء بمطاردة الأشقياء المشركين ولكنه أراد أن يعلمنا معشر المسلمين بذل الأسباب وأن حتى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذل الجهد وأخذ بالأسباب وعانى وسافر وتعب وراوغ المشركين حتى وصل بحفظ الله تبارك وتعالى إلى المدينة المنورة إلى مكان هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسس دولة الإسلام وكذلك نلاحظ في هذه الخريطة أمامنا إخوتي في الله كيف أن الطريق الأحمر هو طريق القوافل والطريق الأخضر هو طريق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنه جانب طريق القوافل وعندما خرج من مكة خرج من جنوبها مع أن المدينة في الشمال كل هذا كي يعمي على المشركين مسار هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا من الأخذ بالأسباب وفي هذه الخريطة أمامنا نعلم أن المسافة التي قطعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسافة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قرابة ثلاثمائة وثمانين كيلو متر وأنه مكث في غار ثوره بقرب مكة كما ترون هنا في أسفل الصورة ثلاثة أيام ثم سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاحبه أبي بكر ثمانية أيام وفي هذه الصورة الطريق المتقطع هو طريق القوافل والطريق المتصل هو طريق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونرى هنا المواضع التي بات فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه ونرى هنا أن موقع لقاء سراق بن مالك رضي الله عنه كان قرب رابغ في اليوم الثاني من مسيرهم من غار ثور إلى المدينة إلى أن وصلوا بحول الله تبارك وتعالى بعد أحد عشر يوما من خروجهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بحفظ الله تبارك وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ختاما نحييكم ونذكر لكم حديثا ودعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رؤية الهلال بأنه كان يقول إذا رأى الهلال صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته